موسيقى موسيقى نحبه بعضنا. ما زلت عنا لأخلاق؟ نرجع لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم نرجع للسيرة النبوية موجودة لأخلاق. التوى ما داما اللي صلي ما يكلمش خوه في مجلس تأسيسي ما عاش تحكي لي عليه. احنا في بيوت الله الناس ما عاش تكلم بعضها. الخيو ما عاش تكلم بعضها. جيران ما عاش يكلموا بعضهم. جار مع جار ما عاش تكلمهم. هاو سيدي رمضان جاي. هيجي نقدو العدة. تدري ما فيه كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وانتي احكي تعرف سيرة النبي شفيها؟ تعرف شفيها؟ هل الدول الإسلامية الكل تستعدل سيدي رمضان؟ تعرف النبي كيف كان هو الصحابة يستعدوا؟ كان أول استعداد يقوموا بيه. أول استعداد يقوموا بيه. وأنا مش تبكيني سبحان الله. كانوا أقبل بجمع بجمعتين مش يشتروا الأغراض والإفلام بيه. أول شرط مش يدخل بيه الرمضان أنه كل واحد يدور في قرية يدور في حونته يسامح الناس. أول عمل يقوموا بيه الصحابة الكرام في السيرة النبوية أو كتاب السيرة النبوية. أول عمل على كل إنسان بيش يسوم رمضان النبي صلى الله عليه وسلموا الصحابة ماذا كانوا يصنعون؟ ها وش قولوا ايش كانوا يعملوا؟ كان كل واحد يدور اللي يظلموا يقولوا أخي سمحني. أفلان سمحني. واللي يظلمني سمحني. إيجا نتسامحوا بيش ربي يقبل منا رمضان في ليلة القدر شهر الفقراء شهر المساكين شهر الرحمة في تونس هل لحظ في الشارع استعدادات للشهر الفضيل؟ لا. الكل المتخاصمين كل واحد يأخذ طيار. هذا طيار ديني هذا طيار سلفي هذا طيار حزبي هذا طيار كذا. ولكن لتجمعنا يجي نرجع للسيرة النبيش قال. قال حب الأوطان حب تونس بيش تحب تونس حب الخير لأهلي تونس. بصالحها بطالحها الصالح أنك تسعى بش تكون على طريقة تسعى تكون على طريقة. والطالح إدعيله بش ربي يهديه. نحكيه على الصيام. الصيام. الصيام مش نحكيه لك أنا تعالى الصيام. الصيام مش أكل وشرب راجل. الصيام يزي بنعرفه مش أكل وشرب. أنا أعطيك صيام جرب صوم وانتي قبل ما يحلسي دي رمضان تنجمش نهار. جرب عدي يوم وما تغتاب حد. جرب عدي يوم ما تنمم على حد. جرب عدي يوم وما تخزرش خزرة سيئة ولا خزرة احتقار لأي شخص. جرب. ما نقدرش. أما على الصيام ولا تعدي ثلاثيام ما تاكلش. كان تقول لي غدو ما نشف نزلك شهريتك تقول عدي ثلاثيام ما ناكلش. خاطر الفلوس. تخليني نخمم. قولي ورقة الماء جاة تقول نقضيك شهر ما ناكلش. أما أني باش نصيم. تقول لي صيم على إذا الناس. هاي نعطيك عمل بسيط. هاي يقول لي جرب غدوة صيم ما تطييش حتى كاغت في الشارع. ما نعديش ساعة ونفطر. ما نعديش ساعة ونغتاب حد. ما نعديش ساعة ونسرق. ما نعديش حال. بالله عليك. بالله عليك. أنت كصحافي. أنت كصحافي. ومن فيني يعرف الكنصيام. ومن فيني يعرف الكنص. يا سيدي نحن ضيعنا ما اسمه نبينا محمد صلوه وسلم. لو تسألني. لو تسألني قولي ما اسم النبي على الربع ولا ما عرف. اسألني اسم كريستان واسألني الفنان الفلاني. اسألني الحزب الفلاني. اسألني الشيخ الفلاني. ما عارف ما نعرف ما نعرف. لو كان جيت نعرف عندي أخلاق النبي صلوه وسلم. يسأل الله بلادنا هذه أننا نعيدوا إلى الأصل اللي يحب والي يغني اللي يحب وربي يرزقه يرجع إلى محبة الناس ما نحبش تعرفش نحبه أنا في المتفرج الكريم أنا حلمي والله من أحلامي وتعرف أنت من الناس اللي نحبهم برش أنا حلمي من الأحلام خرجونا ناس عاملوا ديزان ترفيو مع ناس يعلمونا ديننا هاني عامل لحية هاني لابس هاو هذا مش عامل لحية مش لابس أما سواه أحنا ما نعرف شيء الإسلام في غربة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعود الإسلام غريب طوبة للغرباء قال لي من الغرباء حملت القرآن لا رئيس الجمهورية لا الغني لا الفقيه لا اسم ناسم رسول الله اش قال لك قال من هم الغرباء اخر الزمان الذين يصلحون بين الناس خليك يا سيل بزيدي خليك ربي بارك لك خليك ربي بارك لك خليك بارك سؤال خليك بارك سؤال نعم فاضل في سؤال ما نعرفش لو كان جيت أنا نعرف أركان الإسلام الصحيح ولا أركان الدين الصحيح ولا نعرف كيف نصلي صلاة صحيحة ولا كيف أعصوم رمضان أنا نصر كيفش يكون أركان رمضان يجب نحضر قضية رمضان قضية شهر كاملة على رمضان نحضر أني أني بش اللي هو شهر الفقراء اللي يلزمني أني مش نقضي بمليون اللي يجبنيش نعمل الطاولة من الساس ناكل في عجة ناكل في مقارون ناكل في محمصة في رمضان بش نولي ناكل على خمسة وستة أوكلات ليش؟ باش أنا نضيق على الفقير باش ما ياكلش؟ بلا وقتونا مستور يا الله يخليكم في رمضان هل هي حرية شخصية أم معصية أم خروج على العادات والتقاليد أنت أنا وعلى إسلام؟ هذا نقوله في الوقت التوى اللي نقوله نعنا حرية شخصية ولمش حرية شخصية هذا ماذا ليهمني أنا؟ عليش تعطيني الدماء أنت تعطوا في أسلمان؟ أنا أعطيني يقولي شنو أرأيك؟ أرأيي أني أسعب أرأيي أنا ولو كان الخير فيه وأنا على خطى النبي وأنا في معرض الكتاب نقرح سيرة النبي شنو يلزمني نعمل؟ يلزمني أنا أول شي اللي نرجع لنفسي أني باش ما نفطرش في رمضان مش قلت لك ماكلة رمضان أنت قلت لي ماكلة يا أخي أعطينا اللي يعفو على الناس اللي يسامح الناس هاو الصيام بعد الماكلة هذي شي ثاني بانك مريض هو بانك ثاني ثنين سيداك ندعي له أحلى شي في سجودي ندعي له لو يستجاب لله نقوله يا عرب اهدي كل تونسي الله يهديه عم إذا كان أنا ماكل حرام وأنا فاطر ألف مرة في النهار مختابة فلان ومعارك أمي ومخاصم فلان وشاري طاولة في الدار طارة صفرة رمضان فهم يتنلف في النهار وغير يجعان ما عندوش كيف هاش مش نلوج على ليش بيه فاطر مش فاطر ليش ما ننظر لحال نقبل منظر لحال الناس سنة لحال يا رادي في تونس خليين نسألك في تونس الشارع المقاهي تفتح في شهر رمضان تونس هتدري من هي تونس والمقاهي في شهر رمضان أيضا تفتح شو نعم عليش ما نعملوش عمل ثاني خلي القاوة تخدم عروحها ما في رمضان تقول خل تخدم وخليني هنا نخدم خليني هنا نبث الدعوة على حالي خليني هنا نعمل الدعوة انتم تقولوا عليش القهوة مسكر وعليش تلجم لي انا فمي باش نمشي الخويل في القهوة ذاكا نهديه لطريق الخير ونهدي نفس قبل ما نهديه مش انا دخل نهديه وانا عم وانا بكل معاصي ليش خلوا الناس لحالها وخلوا دعاة يهديوا الناس مش مش يسيروا الدين كما يريدون لا كما قال النبي خليني هناك نلقى واحد قل لي لو كانت تلقى واحد فاتر لله كيف تتعامل معه مش تقول لي شنو موقفك معه شنو موقف معه إذا كان هو يحب يفتر نخذه بالقوة ما تخذوش النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين اسمعي على أي شخول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا كان هذا من كل مفاطرين في رمضان هاتني وين الحكمة وين الدعاية وين قيام الليل باش كي ندخل في وسطهم نبث فيهم الطمأنينة وندعيهم إلى الخير وليش الصحافيين دائما يحطوا إذا كان هم مفاطرين وفي القاوي شنو نعملوا سألني أنا شنو التنجم تعمل شنو التنجم نعمل ودعونا بالله من اللغة أنتي تونس المكش تونس أنا أعتز أنا ملتحي اللي من أكثر الناس اللي يحب تونس اللحية ليست مقياس الإسلام لا في تونس صارت مقياس اللي بس صار مقياس السيارة صارت مقياس رمضان القفة صارت مقياس شي تحكي يا راجل أنا تونس تحكي همشي للسوق في رمضان ناس قادي بمئتين وثلاثمائة ونس ميتة بالجوع ونزيد في رمضان رمضان إيش اسمه أنا عايت لاي بنيا لاي إنسان تقول إك شهر ورحمة إحنا مش شهر واحد سهر انتقام من الفقراء والمساكين برا شوفوا البوباليت في رمضان شوفوا البوباليت في رمضان إيش انش كث لوسخة وهو رمضان إيش رمضان الرحمة رمضان القرآن رمضان العبادة رمضان الصوم هذا هو رمضان رمضان نحمني ونحبك أعطيني واحد سكران نحمله قل عودي لرجدك وخليه يرجعني قل يا ربي باركنك عظنا بموعدة خليني تحببني في الدين تحببني في محمد صلى الله عليه وسلم من فينا أنا أعطيك جائزة دور هنا وابدى بينا من يسمي النبي صلى الله عليه وسلم على الرباعي ما أنا أعرف الحبيب الحبيب أخجل من نفسي أن أتكلم في زماني هذا على النبي والله على كل من يقول أنا مسلم وأنا من أمة محمد يخجل أن يقول أنا من أمة محمد تعرف ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى الصحابة بهذه التربية ما ربى التابعين ما ربوا بعضهم السلف من سلف إلى سلف أعطيني أخلاق النبي البراوين ما أحوجنا مش لرؤية النبي ما أحوجنا أن نرى رجل في الشارع قرآن يمشي ولا نرى إسلام يمشي خلينا نشوف إنسان في الشارع يمشي بأخلاق عالية بطربية نختم معاك التوينسة الكل يدعيوا يقولوا اللهم بلغنا رمضان بلا سياسيين لا هذا اقرأه سيرة النبي اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا اللي كيفينا هذا من ناس عندهم البغض وعندهم الكرة وعندهم الحز لكن رسول النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي اسمع بالله عليك يا أخي خلينا نعطيك أخر كلمة نعطيك كلمتين بهين من هو رسول الله يلا يكرموا النبي نخلق كيبعده على الجذع النقل بكات شوقا إليه ليش؟ من كثر محنانتم الحجر يسلم على رسول الله وأنا وإنت هل يقول له السياسيين ابعدني مسياسي مش مسلم سياسي حطوا ما تحط ما تصنفوش مسلم ادعيلو يا راجل خلينا نخرج أنا بخلاق النبي في رمضان خلينا نخرج عندي طربيا ما ناكل من وكل الناس أنا نعطيك شي أعجب من هذا ما يبكي أكثر نتدعوه برمان بالله عليك أخرجاهم وكلمتك مرة في هذا الموضوع أخرج يوم في رمضان بعد صلاة المغرب بالضبط بعد صلاة المغرب الناس تصلي ثلاثة ركعات في المغرب وتخرج بعد دقيقتين لو تجد راجل في مسجد من المساجد أنا أكلمني الكل وين؟ الكلها في البيوت للأكل والشرب ورمضان ليس هذا رمضان نعده العدة أن نظل بعد أن نصلي صلاة المغرب نظل في المسجد نسأل الله أن يرفع لنا الوباء نسأل الله أن يجمع شامنا نسأل الله أن يوحد الصفوف نسأل الله حتى يجي صلاة العيشاء ونصلم على الإمام والناس تقولك وين التراوية يا أخي صل العيشاء في خشوع وأسأل الله تو رب يرفع لنا الوباء تو رب يرفع لنا البلاء والله أكثر من الوباء والبلاء أن الخوم يكلمش خوط والله أكثر من الوباء والبلاء أن نشوف التليفون هذا نشوفه لـ 24 ساعة ونشوفه شمي ما نسلمش على أختي جاري من كلموش على الأخير هو في حزب وهو في حزب